كابتن محمود كلمك كابتن محمود الخطيب كلمك النهاردة قابلت كابتن محمود الخطيب طبعا بشكره جدا على ساقته واختياره لي دعمني وكان موجود يعني من وراء كابتن أمير توفيق وقبل كده من وراء كابتن محمد فضل كل شكر لي ولكل أفراد مجلس الإدارة والجهاز الفني على اختراهم لي الكابتن الخطيب ليجند بالنسبة لنا كلنا أو أسطورة بالنسبة لكل الجيل بتاعنا تقريبا أنا 43 سنة مثلا 26 سنة فأنتو عرفتوا كابتن الخطيب وشفتوا إحنا عرفنا وكده إما شفت كابتن خطيب حسيت بإيه تعاملت معاه إزاي يمكن أنا والدي يا كابتن في وقت ملاوات كان ليه صورة والدي كان ليه صورة مع كابتن محمود الخطيب في البلد اللي أنا تولدت فيها كلام ده كان يعني كلام قديم صور أبيض وسود فدي حاجة دايما كنت بعتز بيها جدا كان والدي كان موجود معك النهاردة لا لأ لأسف لأ لأسف كان والدي بيبقى فخور جدا بالصورة دي لحد النهاردة أنا لما شفت كابتن محمود الخطيب يعني مرهبة وحيبة برضو كابتن إن الموضوع أنت بتتعامل مع شخص رمز في أفريقيا مش رمز على مستوى بلد مش رمز على مستوى هو رمز على مستوى قرر كاملة فكلام اللي كنت بسمعه عن كابتن والحديث والأكويل كانت كتير جدا بالأضافة لكلام والدي عنه طبعا فيديوهات اللي أنا شفتها لكابتن محمود الخطيب كل الكلام ده كابتن كلام عن الشخصية كمان كلام كابتن يخلي عند أي حد بيتعامل مع كابتن محمود الخطيب أو بيشوفه الأول مرة يبقى عنده يحس إنه هو بيتعامل مع حد شخصي ليه هبة فطبعا ليه الشرف إن أنا قابلته وتعاملت معاه وليه الشرف أكتر إنه هو كان واثق فيه وفضل اختياري تمام أحمد صلاح ده على تويتر بقى جماعة